وفي شأن آخر تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد صالون إطلاق استراتيجية التنسيقية عشرين ثلاثة وعشرين التي تقوم على تبني كل البرامج والأنشطة بهدف تنمية الحياة السياسية والحزبية التنسيقية تقدموا بسبع تلاف طلب خدمي في شتى المحافظات وشتى الدوائر الموجودة بالجمهورية وده من خلال أنهما نزلوا للمواطنين في أكتر من ألف ومئة زيارة ميدانية استطاعوا من خلال الوقوف على تلك المشاكل وإزاي نحط سبل لحلها دي أبرز الأرقام اللي تم تحقيقها في عشرين اتنين وعشرين نحن بنتكلم على أجندة تشريعية تم وضعها في المعسكر اللي تم ببورسعيد قدرنا نحط مستهدفات نحن في عشرين تاتة عشرين أو في الدول العقاد الحالي اللي ينتهي في تلاتين ستة القادم نحن نكون وصلنا لستاشر مشروع قانون تقدموا بس في الدول العقاد ده نحن بالفعل قمنا بتقديم تسعة منهم جهزوا وتم تسليمهم في المجلس في خلال الشهر السابق نتكلم على زيادة أعداد الطلبات الخدمية ومضعفتها نشاط النواب ما بينحصرش بس على دوائر مغرافية سواء كان في المحافظة أو في دوائر ولكن بيقدروا ينطلقوا في المحافظات المختلفة وهنا الحقيقة أنا بشوف أن الدينماكية دي والسرعة في التحرك والسماع لمشاكل المواطنين هو ده اللي بيخلي أو بيميز نواب التنسيقية على تقديم أدوات قريبة جداً للمواطن والشيء بشي يسكر يمكن من خلال هذه الاحتكاكات بنشوف كمان مشاكل خدمية محتاج أن نتدخل فيها بدور واضح ويمكن تجاوزنا الـ 580 طلب خدمي والحقيقة ده اللي بيقدر يميز نواب التنسيقية فيه على الأرض لأنه مش بس تكنوكرات مش بس ناس مثقفين ويمتلكوا ملفات فنية ونوعية ولكن أيضاً هم سياسيين فعندهم قدرة على التواصل مع المواطن وعندهم قدرة على التحاور معه ومحاولة إيجاد حلول تحديات ومشاكله ترجمة نانسي قنقر